بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مرحبا بكم في الحلقة الرابعة من حلقات مقرر القياس والتقويم والتي سنتحدث خلالها حول التخطيط للاختبار سنناقش أعزائي في هذه الحلقة خطة الاختبار وصياغة الأهداف السلوكية ومجالاتها المختلفة لا شك بأن كل طالب قد تعرف إلى الاختبارات منذ الوهلة الأولى لخبرته في التقدم للفحوص العديدة وفي مناسبات متنوعة ولأغراض مختلفة فالاختبار أعزائي هو إجراء منظم لقياس سمة ما من خلال عينة من السلوك والاختبار التحصيلي هو الأداة التي تستخدم لقياس مدى الفهم والتحصيل في مادة دراسية محددة ببساطة يتم تدريس الطلبة أي موضوع ويتم قياس تحصيلهم في هذا الموضوع فمثلاً موضوع جمع الأعداد يتم تدريب الطلبة على جمع الأعداد المكونة من ثلاثة منازل ومن ثم يتم عمل اختبار لقياس مدى إجادة الطلبة لهذا المفهوم وهكذا بأي هدف تعليمي آخر فالاختبار التحصيلي دائماً وأبداً مرتبط بمادة دراسية محددة تم تدريسها بالفعل ومعنى هذا أنه لا يوجد ما يبرر إعداد اختبارات تحصيلية لمواد لم تدرس بعد وتعود أهمية الاختبار إلى دوره فيما يلي توفير مؤشرات حقيقية توضح مقدار التقدم الذي أحرزه المتعلم قياساً بالأهداف التعليمية المرصودة على نحو المسبق مساعدة المعلم على إصدار أحكام موضوعية على مدى فاعلية أساليب التدريس التي استخدمها في تنظيم العملية التعليمية التعلمية تحديد الجوانب الإيجابية في أداء المتعلم والعمل على تعزيزها فضلاً عن تشخيص جوانب الضعف في تحصيل الطلبة وتمهيداً لبناء الخطط العلاجية لتلافي ذلك استثارة دافعية الطلبة للتعلم من خلال حفهم على تركيز الانتباه في الخبرات التعليمية المقدمة والاستمرار في النشاط والاندماج في هذه الخبرات لتحقيق أهداف التعلم توفير الفرصة للقيام بمعالجات عقلية متقدمة يقومون من خلالها باستدعاء الخبرات وترتيبها وإعادة تنظيمها لتلائم المواقف التي تفرضها المواقف الاختبارية توفير بيانات كافية يتم بناء عليها اتخاذ قرارات تتعلق بنقل الطلبة من مستوى دراسي إلى مستوى أعلى أعزائي المشاهدين يتمثل هدفه في أن أفحص مهارة الطلبة في الجمع ثانياً تحديد وتحليل المحتوى ماذا يعني تحليل المحتوى؟ يعني أن أحدد المعارف والمهارات والاتجاهات الخاصة بهذا المحتوى فمثلاً يجب على الطالب أن يميز العدد المكون من ثلاثة منازل كما يجب عليه أن يعرف كل المهارات اللازمة حتى يستطيع الجمع بالإضافة إلى بناء اتجاهات إيجابية لديهم نحو المهارات المرادة تمكينها لديهم وذلك من خلال تعريفهم مثلاً على إيجابياتها في حياتهم وكم ستكون مهارات الجمع مفيدة لهم ثالثاً تحديد وصياغة الأهداف التعليمية لموضوعات الاختبار يتم في هذه الخطوة تعديد الأهداف التعليمية أي نواتج التعلم المرادة تحققها عند الطلبة ويتم صياغتها بطريقة إجرائية سلوكية مثلاً أن يتمكن الطلبة من جمع الأعداد المكونة من ثلاث منازل بدون أخطاء رابعاً إعداد جدول المواصفات جدول المواصفات معروض مثال عليه أمامكم أعزائي هو باختصار تحديد الموضوعات في كل وحدات ومخرجات التعلم ووزن كل موضوع وكل مخرج خامساً ترتيب أسئلة الاختبار حسب السهولة والصعوبة أو تبعاً لموضوعات المنهج الدراسي أو حسب الأهداف التعليمية سادساً وأخيراً تقديم وإعطاء إرشادات واضحة ودقيقة تعمل على توضيح ما هو مطلوب من الطلبة عمله أو اتباعه عند الإجابة يعرف أعزائي الهدف بشكل عام بأنه عبارة عن صياغات لفظية مجردة يضعها واضعها لتحقيق شيء ما ويجب أن تمتاز بالواقعية والوضوح والسلاسة وتتمثل أهمية تحديد الأهداف عند التدريس فيما يلي المساعدة في وضوح وإعداد الخطط التعليمية تحديد الخبرات التعليمية تحديد طرائق التدريس نوع وعدد الأسئلة الامتحانية الاختبارية أعزائي المشاهدين قسمت الأهداف إلى ثلاث مستويات رئيسية هي أولاً الأهداف العامة وهي أهداف تتصف بالعمومية والشمولية والتجريد وهي مرتبطة بشكل رئيسي بفلسفة الدولة وخصائص المجتمع ومن الأمثلة عليها تنمية المهارات الحاسوبية الأساسية لدى التلاميذ وتمكن التلاميذ من المفاهيم والمهارات المتضمنة في مقرر تقنية المعلومات ثانياً الأهداف الوسطى وهي أهداف أكثر تخصصاً من المستوى الأول وأقل تدرجاً وتجريداً من المستوى الأول وتشمل الأهداف التعليمية العامة والخاصة خلال فترة زمنية دراسية محددة كأن تكون أسبوعاً أو شهراً أو فصلاً دراسي وأحياناً تقاس بمستوى المفاهيم التي تم تحقيقها كالمفاهيم الرئيسية مثل برنامج وورد أو مفهوم السكري وأسليب علاجه ثالثاً الأهداف السلوكية الإجرائية وتعتبر هذه الأهداف أعزاء خارطة الطريق للمعلم والمتعلم وإعداد وسياغة الهدف السلوكي حيث يعد من أهم المهارات الأساسية التي تساعد المعلم في أداء عمله بالشكل المطلوب يعرف الهدف السلوكي الخاص بأنه عبارة عن الأداء المتوقع من الطالب القيام به بعد انتهاء عملية التدريس ويمكن للمعلم ملاحظته وقياسه مكونات الهدف السلوكي أمامكم أعزائي هدف سلوكي هيا بنا نشاهد مكونات هذا الهدف أن يجمع الطالب الأعداد المكونة من ثلاثة منازل بدون أخطاء بعد الانتهاء من الدرس الأول فمكوناته أن يجمع السلوك النهائي أو العمل الذي سيقوم به الطالب بدون أخطاء هي معيار الأداء المطلوب من الطالب في نهاية الدرس الأول هي الظرف الشرطي الإختياري الذي سيظهر فيها السلوك وهكذا تكون مكونات كل هدف سلوكي سلوك النهائي يقوم به الطالب شرط الأداء والظرف معايير اشتقاق الهدف السلوكي من الأمور الواجب مراعاة عند صياغتنا للهدف السلوكي أعزائي ما يلي توجيه الهدف إلى القائم بالسلوك أي الطالب أو المجموعة أو الصف تحديد نوع السلوك تحديد الشرط ذات الصلة بالسلوك المستهدف من قبل الطلبة تحديد المعيار أو المحك قابلية الملاحظة والقياس أن يكون الهدف محدد بدقة وأن يبدأ كل هدف بفعل سلوكي بسيغة المضارع مثل يناقش ويميز ويختبر أعزائي المشاهدين تصنف الأهداف السلوكية كما يلي أولا المجال المعرفي صنف بلوم المجال المعرفي إلى ست مستويات عقلية سندرجها حسب تسلسلها من البسيط إلى المعقد وهي مستوى المعرفة أو التذكر ومن أمثلة الأهداف ضمن هذا المستوى أن يعدد الطلبة أجزاء الحاسبة ثانيا مستوى الاستيعاب ومن أمثلة الأهداف ضمن هذا المستوى أن يشرح الطلبة معنى التشريح بلغتهم الخاصة ثالثا مستوى التطبيق ومن أمثلة الأهداف ضمن هذا المستوى أن يميز الطلبة بين برنامجي إكسل وأكسز رابعا مستوى التحليل ومن أمثلة الأهداف ضمن هذا المستوى أن يعلل الطلبة أسباب نشوء التربة الرسوبية خامسا مستوى التركيب ومن أمثلة الأهداف ضمن هذا المستوى أن يصمم الطلبة برنامجا لحل مشكلة معطاه سادسا مستوى التقويم ومن أمثلة الأهداف ضمن هذا المستوى أن يختار الطلبة أفضل البرامج لحل مشكلة معطاه أما القسم الثاني أعزائي فهو المجال الوجداني وهو مجموعة الأهداف التي تعنى ببناء الشخصية في مظاهرها النفسية كما تعنى بمختلف القدرات وتبدأ من التقبل إلى الإثارة والرغبة في الإطلاع ويمكن تلخيص هذه الأهداف بالمستويات الآتية أولا الاستقبال والتقبل وتتمثل هذه الأهداف في أن يتعرف الطلاب على أثر العلم والعلماء على تطور الحاسوب الاستجابة كأن يؤدي التلميذ الواجبات المنزلية بفعلية الحكم أو الحكم في قيمة كأن يظهر الطالب تفضيلا لتعليم الحاسوب أما التنظيم فكأن يتعرف الطلاب على التركيب المنطقي للحاسوب التمييز ومن الأمثلة للأهداف السلوكية على هذا المستوى أن يكون التلميذ مجموعة عامة من القيم أما القسم الثالث أعزائي فهو المجال النفس حركي ويُعنى بالأهداف المرتبطة بالمعالجة اليدوية والمهارات الحركية والتأذر الحسي الحركي كالكتابة والكلام والرسم والأشغال اليدوية مثل القص والحق والرسم وتقسم مستويات الأهداف النفس الحركية إلى ما يلي مستوى الإدراك الحسي ومثال ذلك أن يحدد التلميذ الأدوات الهندسية اللازمة لرسم مثلث قائم الزاوية في ضوء دراسته السابقة لهذا الموضوع خلال دقيقتين ثانياً مستوى الميل أو الاستعداد ومثال ذلك أن يبدو التلميذ رغبة لعمل مجسم للمكعب من تصميمه خلال عشر دقائق ثالثاً مستوى الاستجابة الموجهة ومثال ذلك أن يحاكي التلميذ معلمه في رسم زاوية قائمة وبدقة رابعاً مستوى الآلية أو التعوين ومثال ذلك أن يرسم التلميذ زاوية مفرجة قياسها 140 درجة وبدقة تامة خامساً مستوى الاستجابة الظاهرية المعقدة ومثال ذلك أن يقيص التلميذ الزوايا المختلفة لشكل ربعي باستخدام المنقلة وبدقة تامة سادساً مستوى التكيف أو التعديل ومثال ذلك أن يعدل التلميذ الوسيلة التعليمية التي أعدها زميله لتوضيح متوازي المستطيلات بناء على مهاراته في رسم متوازي المستطيلات وبدون أخطاء سابعاً مستوى الأصالة أو الإبداع حيث يركز على إيجاد أنماط جديدة من الحركات تناسب مشكلة خاصة أو وضعاً معين وتؤكد النتاجات التعليمية هنا على الإبداع المبني على المهارات المتطورة بدرجة عالية جداً وهكذا أعزائي نكون قد نقشنا الأهداف السلوكية وكيفية صياغتها ومجالاتها المختلفة وإلى هنا أستودعكم الله وإلى لقاء آخر